بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المشاهدون الكرام حسن العشرة من الإيمان وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع كل من حوله سواء كان كبيرا أو صغيرا أو رجلا أو امرأة أو مسلما أو غير مسلم كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه أي يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم فإذا ما صلى في المسجد ينظر إلى المصلين ويقول أين فلان؟ ما فعل فلان؟ ما بال فلان قد تأخر؟ فيسأل عنهم صلى الله عليه وسلم ويتفقدهم وفي مرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وفي عقلها شيء أي فيها شيء من الاختلال فأخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت فانطلق معها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اذهبي يا أم فلان حيثما شئتي فوالله لأكونن معك حتى تقضين حاجتك فتنطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتطلب كذا وتريد أن تذهب إلى مكان كذا وأن تشتري كذا ويكون صلى الله عليه وسلم معها في كل هذه الأحوال لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما مر في طريق ومسح على صبي من الصبيان كان يعرف هذا الصبي بين الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح على رأسه لما يوجد في رأسه منطيب يديه صلى الله عليه وسلم وفي مرة مر صلى الله عليه وسلم على طفل يلعب بعصفور يسمى بأبي عمير فذهب صلى الله عليه وسلم ثم عاد فوجد أن الصبي يبكي فقال ما يبكيك فقال مات العصفور يا رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويهدئه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير أي أين ذهب العصفور إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرآه يلعب بالعصفور لم ينهره صلى الله عليه وسلم ولم يكن له كف أو لا تؤذيه وإنما جعله يستمتع بهذه الطفولة التي أمر الله تبارك وتعالى بأن يعيش الطفل فيها ثم بعد أن مر عليه وقد مات العصفور أخذ صلى الله عليه وسلم يطبب بخاطره ويقلل عليه من ألم الفراق إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ناداه أحد فكان يرد عليه لبيك أي إنما أنا تحت طوعك فانظر ماذا تريد وهذه إجابة عجيبة عندما يرد صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك إذا ما ناداه أحد فلا يلتفت برأسه فقط ولا بجنبه فقط بل كان صلى الله عليه وسلم يلتفت بكليته وهذا دليل على الإقبال كان صلى الله عليه وسلم إذا ما مر بأقوام بدأ هو بالمصافحة ولا ينزع يده إلا أن يكون الطرف الآخر هو الذي ينزع يقول الصحابة رضوان الله عليهم ملتقم أحد أذن النبي صلى الله عليه وسلم أي ما أراد أحد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه إلا ولان له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون المفارق إلا هو الطرف الآخر أيضا أي لا ينزع صلى الله عليه وسلم نفسه من الرجل بل يتركه يتحدث كيفما يشاء حتى يقضي حاجته وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جاءه أحد لحاجة فإنه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة خفيفة حتى يقضي له حاجته لأن صاحب الحاجة إذا ما دخل في الصلاة والحاجة مسيطرة على عقله فإنه لا يكون خاشعا في صلاته ولا مستمتعا بتلاوات الآيات فكان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة خفيفة حتى إذا منتهى من صلاته كان يذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم حيث ما يريد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدهم في طعامهم وشرابهم وعيادتهم إذا كانوا مرضى حتى إذا كانوا غير مسلمين فلقد جاءت كتب الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المرضى حتى من غير المسلمين حتى لو كانوا أطفالا فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم زار طفلا يهوديا هو في مرض حتى يخفف عنه صلى الله عليه وسلم ألم المرض لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع كل من حوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين